بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نكمل الان تصنيف الطرابات التواصل وناخد بقى كل نوع من الانواع نشرحه كده بجزء بسيط طبقا للكتاب المقارب عندنا في مدخل الى التعبية الخاصة بجامعة الملك خالد عندنا الطرابات النطق والكلام بدأ بالطرابات اللبز وطبعا الطرابات اللبز اقصر انواع الطرابات الكلام شيوعا وفيها حزف واستبدال ابدال وتشويه وهم احيانا بيطلقوا عليها الطرابات والنطق والطرابات والنطق طبعا مشهورة بالنسبة لاخصئين التخاطب وفي بعض الابحاث يتقال ان هي مش فقط لغير حزف وابدال وتشويه وفيه كمان نوع بعض اسمه الاضافة يعني حزف ابدال تشويه اضافة وطبعا من اسبابها اسباب عدوية واسباب في بعض الاحان بيشترك فيها الجانب النفسي ولكن الطرابات والنطق الاكثر اسباب ليه هي الاسباب العدوية طيب رقم باقي وهو الخلل الصوتي الخلل الصوتي طبعا احنا عندنا الصوت يعني تميزه بشدته وتردده طيب اما يكون في مشكلة في شدة الصوت او في تردده اذا كان شيء غير طبيعي او غير مناسب احنا على طول بنقول ان الصوت هنا بيبقى فيه ايه مشكلة طيب يعني بيبقى ايه اه مشهور او كتير اه لدى الكبار سنا اكبر سنا او الناس اللي عندهم اه مشكلة في الانف الخنة الانفية ازا ما احنا شايفين او خشنت الصوت بالنسبة للاناس فيه كمان الاولاد اللي عندهم زبع كوقعة بيكون عندهم اه مشكلات في الصوت جميل طبعا كل ده من الاسباب او من الاشياء اللي بتسبب خلل صوتي طيب عندنا كمان ننتقل الى الطابط الطلاقة والانسياب طيب الطابط الطلاقة معروف الطلاقة اللي هي التأتأة اشهر شيء فيها وهي نفسها التلاعثم وهي نفسها اللاجلاجة يعني طبقا للأبحاث مختصة بذلك والنقطة دي انا ذكرتها في رسالة الدكتورة الخاصة بها ان طبقا للتعريفات المنتشرة في المكتبة العربية اه معظم التأتأة التلاعثم التأتأة اللاجلاجة كلهم بيشتركوا في تعريف واحد طيب طبعا بتنتشر عند الزكور اكثر من ايه من الاناس وناخد بنا من الحية التالي بتنتشر عند الزكور اكثر من الاناس الطابط الكلام النتيجة عن الاصابة الاردوية طبعا الطابط الكلام يبقى فيه هنا مشكلة في مراكز اللغة او النطق في الدماغ المراكز المسؤولة عن الكلام واللغة في الدماغ بيكون فيها ايه مشاكله بتكون بسبب اصابات مباشرة في الجهاز ايه العصب المسؤولة عن عملية الكلام ومنها الحبس الكلامية عصو اللفظ وعصو الكلام اشتركوا في القناة